مرحبا بكم كما وعدتكم في الحلقة السابقة وبعدما طلبتم مني شرح طريقة استعمال ملح الليمون أو حمض السيتريك للنباتات من خلال تعاليقكم الكثيرة في الحلقة السابقة التي شرحنا فيها أهمية ملح الليمون وفائدته للنبات حلقة اليوم سنشرح فيها الطريقة الصحيحة لإستعماله كي يستفيد منها النبات ولنذكر بعجالة بفوائده الثلاثة وباختصار أولا يخفض حامدية التربة فيجعلها حمدية مناسبة لزراعة أغلب النباتات ثانيا يخلصك من مشاكل ملوحة الماء وقاعديته والثأثير السلبي على النبات ثالثا يزيد من قدرة النبات على مقاومة الآفات والأمراض إذن أصدقائي نمر مباشرة لطريقة الاستعمال وهي جد سهلة بكل بساطة نأخذ ملعقة طعام ممسوحة نضيفها لليتر واحد من الماء نحرك جيدا وأصلا أصدقائي ملح الليمون كما نعرفه السريع الذوبان في الماء نأخذ كأس بمثل هذا الحجم ونسقي به التربة ونأخذ على سبيل المثال نبتة الفل الجميلة تلاحظون أني أزرعها في وعاء متوسط الحجم وعاء من هذا الحجم يكفي هذا الكأس من المحلول الذي صنعنا نضيفه سقيا للتربة بهذه الطريقة يمكن استعمال حمض الليمون كما شاهدنا سقيا للتربة كما يمكن أيضا استعماله رشا للأوراق بوضع المحلول في البخاخ نستعمل هذا المحلول متابعين الكرام مرة في الشهر لكل النباتات بدون استثناء نباتات زينة منزلية سواء داخلية أو خارجية أشجار مثمرة خضروات نباتات عطرية يعني كل النباتات بدون استثناء ملحوظة هنا أصدقائي لا يجب أن نكثر ونبالغ من استعمال هذا المحلول لأنه كما قلنا يعني يخفض حمدية أو حمدية التربة المبالغة فيه ستجعل التربة أكثر حمدية والنتيجة أكيد هي إصابتها بالأمراض والتعفونات يمكن أيضا أن نضيف للملعقة من حمد السيتريك مع لتر ماء يمكن أن نضيف أيضا سماد متوازن مثلا 1 جرام من نيتروجين فوسفور بوتاسيون أي سماد العشرينات كما يمكن أيضا أن نضع العناصر الصغرى كما يمكن أيضا أن نضع الحديد لدينا أصدقائي ملحوظة جد مهمة إذا كانت نسبة الملوحة في الماء الذي تستعمل في السقي جد عالية فينصح باستعمال الأسمدة العضوية أو نستعمل الهيوميك أسيد في هذه الحالة الهيوميك أسيد سيحافظ على حموضة التربة وسيسر امتصاص العناصر الغذائية ويستطيع النبات امتصاصها ويقلل من التأثير السلبي الناتج عن ملوحة التربة والماء بالنسبة للأخ الذي سألني عن إضافة الرماد لحمض الستريك من أجل الحصول على سترات البوتاسيوم فالمعلومة للأسف خاطئة أما الأخت التي سألت هل يجوز خلط الخميرة مع ملح الليمون أقول لها لا لا يجب خلط حمض الستريك مع الخميرة مادة عضوية إذا كانت مستخرجة من الحمديات كما شرقنا في الحلقة السابقة تأثيرها الثلاثي الذي بدأنا به الحلقة صدقوني أنكم لن تجدوا أي مادة تلعب مثل هذا الضور رخيصة التمن وفعالة استعمال هذا الحمض سيزيد الإخضرار في النباتات بصفة عامة سيزيد من حجم الثمار ونعرف أن الهرمونات الكيميائية في وقتنا هذا هي المستخدمة من طرف المزارعين في تكبير حجم الثمار لكن استعمال هذا الحمض الطبيعي طبعا يبقى الأفضل ويعطي نتائج مميزة في تكبير حجم الثمرة وزيادة جودتها يحفز على التزهير ويزيد من قدرة النبات على مقاومة الأمراض والآفات وفوائده كثيرة لا تعد ولا تحسى إذن متابعينا الكرام حتى لا أطيل عليكم وصلنا لنهاية حلقة اليوم أتمنى أن تكون حلقة مفيدة لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة لأنه وللأسف يوجد العديد من المتابعين الكرام يشاهدون قناة بظرة لكنهم غير مشتركين كان معكم أخوكم توفيق دمتم بخير إلى اللقاء وإذا لم تكن مشترك بعد بقناة بذرة فأرجو منك الاشتراك الآن وتفعيل جرس التنبيه ولا تنسى أن تعمل لايك لهذا الفيديو ليصل أكبر عدد ممكن من الناس